بسم الله الرحمن الرحيم ورد قولوا عند افتتاحي كل أمر عظيم أو صغير قولوا بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين على هذا الأمر الذي لا تحق العبادة لغيره جل وعلا فأستعين الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم فهنا قول بسم الله الرحمن الرحيم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل أمر يسير أو عظيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أنه أستعين على هذا الأمر بالله العلي العظيم وبسم الله الرحمن الرحيم وهو المجيب إذا دعي والمغيث إذا استغيث وهو الرحمن الذي يرحم عباده ويبسط الرزق عليهم والرحيم بنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وخفف علينا الدين وجعله سهلا خفيفا وهو يرحمنا بتمييزنا عن أعدائه حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أحزنه أمر تعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم ويقبل إلى الله جل وعلا بقلبه لم ينفك من إحدى أثنتين إما بلوغ حاجته في الدنيا وإما يعد له عند ربه ويدخر له عند الله في الآخرة وما عند الله هو خير وأبقى للمؤمنين إذن قول بسم الله الرحمن الرحيم في عظائم الأمور في صغائر الأمور هناك فيه لك عند الله أمرا الأمر الأول أنه إما أن تقضى حاجتك في الدنيا أو أنه يدخر لك في الآخرة وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين هذه قصة واقعية حدثت في عهد علي أمير مؤمن عليه أفضل صلاة والسلام وفيها أبرى وفائدة أرجو الاتفاة لها والاعتبار بها دخل على أمير مؤمن عليه أفضل صلاة والسلام عبد الله بن يحيا وبين يديه كرسي فأمره أمير مؤمن عليه السلام أن يجلس على هذا الكرسي فجلس على الكرسي فمال به حتى سقط على رأسه أي أنه عندما أمره أمير مؤمن عليه السلام أن يجلس على هذا الكرسي مال الكرسي به وسقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه يعني سالت الدماء وشجر أسه حتى بان عظم رأسه وسال الدم فأمر أمير عليه أفضل صلاته والسلام بماء فغسل عنه ذلك الدم ثم قال له أمير عليه السلام ادنوا مني فدنا منه فوضع يده الطاهرة المباركة على موضحته وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له يعني من شدة الألم كان لا يصبر على ذلك الألم ومسح يده الطاهرة الكريمة أمير عليه أفضل صلاته والسلام على ذلك الجرح وتفل فيه حتى اندمل وصار كأنه لم يصبه شيء قط لأن علي عليه السلام له الولاية التكوينية وأن علي عليه أفضل صلاته والسلام هو مجاب الدعوة ولنا واقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حرب خيبر عندما نادى علي عليه السلام وقالوا أرمد العين دعا له وتفل في عينه المباركة فزال منه الرمد وقال علي عليه السلام والله ما شكوت عيني والرمد طيل حياتي بعد أن تفل فيها رسول الله صلى الله وآله فهنا أمير عليه السلام قال لعبد الله قال أمير الأمنين يا عبد الله الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنهم لتسلم لهم طاعاتهم ويستحق عليها ثوابها فقال عبد الله بن يحيى يا أمير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدنيا هنا يقول له أنه قلت أنه الحمد لله الذي جعل الله سبحانه وتعالى تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا حتى أنه تكون الآخرة لهم فسأله عبد الله بن يحيى قال له يا أمير المؤمنين السلام الله عليه يعني لا نجازى بهذه الذنوب في هذه الدنيا فقال نعم يعني الله سبحانه وتعالى للشيعي يعجل العقوبة له في الدنيا لكي يعطيه الآخرة فهنا قال له عبد الله بن يحيى لا نجازى عليها في هذه الذنوب إلا في الدنيا قال له نعم نجازى عليها في الدنيا وفي الآخرة الدرجات العالية إن شاء الله تعالى بشفاعة محمد وعليهم أفضل الصلاة والسلام فقال علي عليه السلام نعم أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إن الله تعالى طهر شيعتنا من ذنوبهم في الدنيا بما يبتليهم به من المحن وبما يغفره لهم فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير حتى إذا وردوا يوم القيامة توفرت عليهم طاعاتهم وعباداتهم وإن أعداءنا يجازيهم عن طاعة تكون في الدنيا منهم وإن كان لا وزن لها لماذا؟ لأنه لا إخلاص فيها لأنه لا إخلاص معها حتى إذا وافوا القيامة حملت عليهم ذنوبهم وبغضهم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وخيار أصحابه فقذفوا في النار فقال عبد الله بن يحيى يا أمير المؤمنين قد أفدتني وعلمتني فإن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود إلى مثله التفت إلى جواب علي عليه أفضل الصلاة والسلام أمير المؤمنين قال تركك حين جلست أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم فجعل الله ذلك لسهوك فعندما سهيت عن قولي بسم الله الرحمن الرحيم عما ندبت إليه تمحيصا بما أصابك أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل قال كل أمر ذيبال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر إذن في الذهاب والإياب في القيام والجلوس دائما نقول بسم الله الرحمن الرحيم وورد أنه اسم الله الأعظم وأنه أقرب من بياض العين إلى سوادها فهنا يقول عبد الله بن يحيى فقلت بلى بأبي أنت وأمي لا أتركها بعدها قال إذن تحظى وتسعد قال عبد الله بن يحيى يا أمير المؤمنين ما تفسير بسم الله الرحمن الرحيم قال إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الرحمن الرحيم على هذا العمل فكل عمل يعمله يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإنه مبارك له فيه الله يجعل البركة في ذلك العمل فإذن فائدة بسم الله الرحمن الرحيم أن كل عمل لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وكل عمل الله يجعل فيه البركة تأتي بقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذن عن علي أمير من عليه أفضل رصاته والسلام عليك أن تبدأ عند القيام والقعود والذهاب والإياب ولكل عمل تبدأ به وتختم تقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن فيها الأجر العظيم وفيها قضاء الحوائج واستجابة الدعاء والعمل إن شاء الله مقضي ومبارك